ودلوقتي جي معدنا معاكم مفقرة الصحافة ومعانا النهاردة الأستاذ عادل السنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع صباح الخير ونهارك شعيد صباح الخير أمان وكل صوت طيبين ونهاركم سعيد وحضرتك طيب هنستعرض مع بعض أهم الأخبار النهاردة المصر اليوم صفحة أولى كنيسة والعسكري والإخوان يحتفلون بعيد الميلاد المصر اليوم صفحة أولى الإسلاميون يكتسحون المرحلة الثالثة والوافد يتقدم على الكتلة المصر اليوم صفحة أولى واشنطن الإخوان قدمت لنا دمانات باحترام مع أهدت السلام والجماعة لم يحدث اليوم السابع صفحة أولى التحالف يبحث وضعية خاصة للجيش في الدستور الشروق الصفحة أولى نبيل العربي مرشح رئاسي على مائدة شورى الإخوان اليوم السابع صفحة أولى مفاجأة وصائق النيابة في قضية مبارك تكشف وجود تسجيلات مع ضابط المخابرات ناصر كمال الأهرام الصفحة الأولى ست لجان فرعية لكتابة الدستور ومنهجان لاختيار لجنة المئة الأهرام الصفحة الأولى مشروع قانون التعن في صحة عضوية البرلمان أمام العسكري خلال ساعات المصر اليوم صفحة أولى الحكومة تنفذ أكبر عملية اقتراض طرح سندات وإزون خزانة بـ 170 مليار جنيه المصر اليوم صفحة الثالثة سحب 22 مليون متر أراضي من شركات سياحية غير ملتزمة وإعادة تسعيرها يوفر 132 مليون دولار الأهرام الصفحة الأولى صار في مستحقات أسر الشهداء اعتبارا من منتصف يناير طبعا الخبار كتيرة جدا لكن طبعا بالمناسبة أن احنا طبعا بنوجه أو بنتقدم بالتهناء الخالصة لإخواننا الأقباط وبمناسبة عياد الميلاد المجيد وأعتقد أنه ده أول احتفال بعيد ميلاد بعد صورة يناير والمشهد مبارح بالفعل في الاحتفال كان مشهد جميل جدا ورائع يعني يعبر فعلا عن ما نتمنى أو ما هو بالفعل موجود ويجب أن يستمر أو ينبغي أن يستمر كموجود طول عمر آه أنه 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 شعب واحد أنه ما فيش تفرقة رغم كل فتاوة الضلالة اللي ظهرت في الفطرة الماضية أنه هذا عيد المصريين وليس عيد طائفة بعينها عيد مسلمين أننا نؤمن بعيسة ونؤمن بكل الأنبياء فوعيد المسلمين ووعيد المسيحيين المسيحيين أيضا فإحنا نتقدم بخالص التهناء بمليون التهناء لإخواننا المسيحيين بمناسبة عياد الميلاد المجيد وتمنى أنه بالفعل أن تمر هذه العياد هداء وأن بالفعل تكون بداية لعلاقة صحية وعلاقة جيدة لكل طواف الشعب المصري زي ما ظهر في مشهد 25 يناير وما تلاه في أيام الثورة من المشهد التلاحم والتوحد الذي ظهر بين كل عناصر الشعب المصري وصهر الجميع فيه بوطقة واحدة من أجل مصلحة مصر الخبر الأول طبعا الكنيسة والعسكر والإخواني يحتفرون بعيد الميلاد إحنا طبعا بس خلينا نقول المفارقة أن هذا أول عيد ميلاد بلا جمال وبلا علاء وبلا رموز الحزب الوطني الاختلاف اللي فيه طبعا أنه هناك قوة سياسية صاعدة جديدة هي التي تصدر المشهد طبعا دلوقتي مبارح كان الجماعة الإخوان المسلمين تعاملت بالفعل كرجال دولة عليهم مسؤوليات وأمامهم تحديات في الفترة القادمة فبالفعل تعاملوا في أول مشهد بالأمس أنه كرجال دولة كان هناك وفدان من الإخوان وفد من الحزب الحرية والعدالة وفد من الجماعة وبالفعل كان حضورهم شيء مبشر جدا عشان يثبتوا عكس تخوفات اللي الناس خايفة منها لا يوجد تخوفات إحنا بنتكلم دلوقتي أن هذه الجماعة أو الحزب اللي خلينا في الحزب ليس في الجماعة أن هذا الحزب دلوقتي هو صاحب الأغلبية صاحب التواجد صاحب النفوذ بالتالي أي حزب صاحب أغلبية فيه السياسة فبالتأكيد يجب عليها أن يتعامل كحزب سياسي على أرض الواقع يتعامل مع الجماعة فما بال إذا كان التعامل مع شركاء الوطن يعني فأعتقد أنه المشهد المبالع كان مشهد جديد أول مرة طبعا نشوفه بعد 25 يناير أنه يتصدر المشهد كل القوى السياسية معظم القوى الإسلامية تحديدا الإخوان مرشح الرئاسة مصير المجلس العسكري الأخير فأنا أعتقد أنه احتفال جديد وجميل كان بيعكس الصورة لمصر بعد 25 يناير نعتمنى أنها تستمر وخاصة أنه كمان نتم الإعلان من لجان شعبية ومتطوعين لحماية الكنائس في الاحتفالات بعياد الميلاد المجيد أعتقد هذه هي الصورة الزهية والمبيرة اللي أتمنى أنها تستمر ولا نستمع لأي دعوات تدعو إلى التفرقة والفتنة يعني من أفكار أصلا ليست أفكار نابعة من أرض هذا الوطن من تين هذا الوطن أن هذا الوطن عاش طول عمره يعني يشرب من نهر واحد يأكل من أرض واحدة مصيره مشترك أحلامه مشتركة صاحب هم واحد وصاحب حلم واحد تمام الخبر الثاني الإسلاميون يكتسحون لمرحلة الثالثة والوفد يتقدم على الكتاب طبعا لا جديد يعني إحنا بنقول لا جديد يعني ده كلا كترة مرة بالنسبة للنتائج الانتخابات البرلمانية الجولة الثالثة جاءت لتأكيد اكتساح أو لنقول التقدم اللي حققه تحديدا الحرية والعدالة ثم بعد ذلك النور قد تكون يعني بس المفاجأة فيه أنه الوفد أنه أعتقد أنه الوفد من المرحلة الثانية بدأ يعيد ترتيب أوراقه بدأ يعالج بعض أخطاءه في الانتخابات أعتقد أنه استفاد من ده في المرحلة الثالثة وأنه أعتقد 18 مقعد حتى الآن يعني في المرحلة الثالثة كان بيتقدم فيها على الكتلة المصرية المفارقة برضو التانية أنه برضو في بعض محافظات الصعيد بازالت برضو مسألة القبليات يمكن أول مرة زي ما حصل في إينا أو بعض دوار في المانية أنها بالفعل نجح منها بعض الأعضاء السابقين أو دخل بعض الأعضاء الحزب الوطني المنحل السابق فيه جولة الاعادة يمكن دي كانت المفارقة لكن يعني أعتقد أن المرحلة المرحلة دي لا جديدة فيها سوى أنها تأكيد على اكتساح الحزاب الإسلامية أو الدينية فبالتالي بس أنا أعتقد أنه مش هيبقى مجلس الأغلبية يعني موجة نظر يعني مش هيبقى الأغلبية الكسحة ممكن في الإعداء الوضع يتغير ولا لا يعني مش هيتغير كتير يعني مش هيتغير كتير يعني بالإلا إذا حصلت حدثت مفاجآت يعني بالنسبة للغول أو بالنسبة للمساعدة منصور إلا إذا حصلت مفاجآت يعني ممكن يعني يعني تصاعد هؤلاء لكن أنا أعتقد هي المسألة هتستمر هتستمر كما جرت في الجولة الأولى من المرحلة المرحلة التالتة لكن برضو بنأكد نقول أنه برضو حصلت تجاوزات برضو الصمت الانتخابي مسألة توجيه الناخبين من الخارج التأثير على الناخبين الدعاية كل ده حتى بما فيها الرشاوي كل ده استمر طبعا التجاوزات استمرت يعني بنقول إذا كاتلت الانتخابات دي تجربة فعلينا أن احنا تعلم منها يعني احنا بنقول أن الانتخابات القادمة أو أن أنا أعتقد بعد ذلك أنه يجب أن احنا ندرس أن احنا يكون عندنا لجنة دايما للانتخابات زي باية الدول لجنة لها استقلالياتها لها فرع في المحافظات لها كوادرها تكون لها مهام أكثر بالتأكيد دلوقات خلاص وتكون هي مسؤولة كمان تكون هي مسؤولة عن كل الانتخابات اللي هتجربة في مصر يعني سواء انتخابات برلمانية شعب وشورة سواء انتخابات أحزاب سواء انتخابات نوادي سواء انتخابات نقابات تباغية تكون هي مسؤولة كل شيء ولها سلطة الدبطية القضائية ولها استقلالياتها ولها مزانياتها الخاصة وفراعة كل الدول حتى في دول العربية اتبعت نفس المنك فأعتقد انه علينا ان احنا بعد ما ننتهي من هذه الانتخابات يكون عندنا دروس نظر استفيد منها بعد ذلك طيب الخبر التالت واشنطن الإخوان قدمت لنا دمانات باحترام معهدات السلام والجماعة لم يحدث يعني هذا الجدل يعني منذ اعتقد الجولة الاولى وبدأت الوقت المتحدة الامريكية والاسرائيل بالطبع بتنظر الى الشكل السياسي القادم في مصر بعد الثورة 25 يناير الوقت المتحدة الامريكية مستعدة تتحلف مع الشيطان من اجل مصالحها وبالتالي من اجل مصالح اسرائيل فهي لما شافت انه الاخوان يعني هما اللي صعدين بالنسبة في المشهد السياسي فالتواصل يعني موجود التواصل من قبل كده ممكن موجود يعني الاتصالات موجودة واللقاءات موجودة ولكن اعتقد انه بروزو الاخوان كحزب له الغلبة في البرلمان كحزب بيستعدل تشكيل حكومة او انه هيكون رقم صعب في اي مشروع سياسي قادم فبالتأكيد انه الوقات المتحدة كان عينها على الاخوان وحصل بالفعل لقاءات كثيرة وحصل تواصل كثير وانه وخرج مسؤولين كبار في الحزب الحرار والعدالة لانه بيأكدوا ان احنا بنحترم المعاهدات الدولية ما بين مصر والعالم الخارجي وطبعا اهم معاهدة فيهم وهي معاهدة كامب ديفيد او ما يسمى معاهدة السلام فبالتأكيد انه امريكا حريصة جدا انه على التأكيد على هذا الموضوع لانه اسرائيل مبارح كمان صرحت بشكل رسمي انه الضمان او الحفاظ على معاهدة السلام هو ضمان استمرار للمساعدات الاقتصادية الامريكية لمصر يعني هي ربطين دي بدي لكن يا طبعا في السياسة هناك يعني امور كثير اعتقد انك متغيرات هتحصل لكن احنا يعني لا يوفاجهنا موقف الاخوان لان ده اعتقد في قواعد اللعبة السياسية ده امور مبررة جدا وخاصة يعني هناك فرق عندما اكون جماعة وعندما اكون حزب هو الان الذي يتصدر المشهد السياسي ففي السياسة امور كثيرة جدا صفقات كثيرة جدا بتحدث لا تفاجئنا كثيرا يعني اذا كان الاخوان قالوا ان احنا بنحترم المعاهدات مساءات قدموا ضمانات او ما قدموش ضمانات دي مسألة برضو يعني تخضع للحوارات واللقاءات المستمرة والمتواصلة ما بين القيادات الاخوانية وبين الولايات المتحدة الامريكية التحالف يبحث وضعية قصة للجيش والدستور ممكن احنا في اليوم السابع ممكن نشرنا انه يعني في حوارات يعني ما بين المجلس العسكري وما بين الاخوان على اساس انهم ما يشكلوا الاغلبية في البرلمان انه يكون هناك وضع خاص للجيش في الدستور وضع يعني ليس سلطة فوق السلطات يعني او مؤسسات الدولة واعتقد انه ده اللي كان الخلاف على وثيقة الدكتور عالي السلمي يعني احنا برضو مش هقول بينه فاجئ ان احنا شايفين انه الاخوان بيعيدوا تاني الوثيقة السلمي بيدخوا فيها الحياة مرة اخرى وخاصة انهما كانوا حشد ضدها ورفضوها وقالوا لا احنا نرفض المادة كالتسعة عشر تريبا اللي هم المتعلقين بوضع الجيش الان احنا بدأنا ان نسمعوا وبدأوا بالفعل يؤكدوا هذا الكلام اللي احنا نشرناه في اليوم السابع انه بنبحث انه مسألة انه يكونش فيه مشروع قانون لعدم مسألة القيادات الجيش وخاصة انهما كانوا بيعونوا في النظام طبع النظام السابق فبالتالي هناك حديث كثيرة وكلام كثير حوالين انه في موافقة انه يكون هناك مشروعات قوانين بتدي للجيش وضعية خاصة في الدستور ولكن وضعية لا تسمع له ان يكون سلطة فوق السلطات او مؤسسة دولة داخل الدولة يعني تحجيم سلطة الجيش بالتأكيد يعني هي المسألة انه هناك مشروعات قوانين كثيرة جدا يمكن اكد عليها المستشار محمود الخضيري اكد عليها الدكتور رحيد عام مجيب انه بيتم البحث فيه مسألة كافية العدب المسألة القانونية وضع الجيش في الدستور لانه بص يعني سواء يعني شينا ما بينه انه الجيش هيزل رقم صعب في المعادلة السياسية المصرية زي وزي اي جيش في الدول المحيطة بنا فانا اعتقد ان المسألة دي هتاخد وقت او ده جدل كبير جدا حوالين وضعية الجيش في الدستور لانه مازال هذا مطروح انه اعتقد انه لن يتم التخلى عنه بالسهولة وهيتم التوافق حول الصيغة اللي يتم الكتابة المادة الخاصة او المادة الخاصة بعضية الجيش في الدستور توعمل نبيل العربي مرشح رئاسي على نائد الشورى الاخوان يعني برضو احنا زي ما قلنا يعني الاخوان من البداية كانوا يقولوا لا احنا مناش مرشح رئاسي يعني في السياسة يعني نحن دる ogit اصبحنا بنتحدث عن لعبة السياسة في لعبة السياسة كل شيء وارد. يعني ممكن يطلع النهاردة الصريح بكر يطلع تصريح ثاني مناهل لو كان الاخوان قالوا طبعا انه هنم مرشح رئاسي انه عشنا مش ہنوك فولا مرشح رئاسي وكان أنهم على الانتخابات تحديدة انتخابات مجل الشعب لكن أعتقد إذا دلوقتي أصبح حزبه وأصبح له قواعده وأصبح له اهتماماته وبيبحث في ملفات كثيرة جدا من بينها أنا أعتقد زي مناشرة الزميلة الشروق الملف الرئاسي يعني انتهينا من جهات أصغر انتقلنا لجهات أكبر آخر اللي هو الملفات الأخرى الخاصة بها بالدستور خاصة بالمرشح الرئاسي يعني أنا أعتقد أنه هنشهد مواقف متغيرة ومتقلبة خلال الفترة القليلة القادمة لموقف الإخوان من المسواع المرشحين المعلنين حاليا أو طرح أسماء جديدة يعني إذا قلنا دلوقتي أنه هم بيرشحه نبيل عربي وفي مصادر أخرى بترشح السيد منصور حسن يعني كل ذلك هنشهد موقف الإخوان في الفترة القادمة سواء من طرح مرشح رئاسي جديد أو دعم غير معلن لمرشح موجود وأنا أعتقد أن الكل الآن يخطب ود الإخوان للحصول على دعمهم في انتخابات الرئاسية القادمة أحنا فرغنا خلاص أنتهينا تقريبا أو كدنا أن ننتهي من المعركة الانتخابية دخلين على معركة أهم من وجهة نظر يمكن أن أهم كده من انتخابات الرئاسة وهي الدستور يعني الدستور دي أعتقد هي المعركة المهمة وأنا أعتقد أنه ممكن كمان نناقش موضوع حكاية اللجان الفرعية لكتابة الدستور لده تصور الإخوان يعني إحنا خلاص وقتنا كده خلص معلش سوز عادل إن شاء الله المعركة جاية نكمل إن شاء الله طيب كان معنا إحنا سوز عادل السنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع وتعبونا بعد الفصل شكرا